في الحديث مدح التسحر بالتمري وحث على ذلك والطب الحديث يوافق ذلك فإن في التمر من الفوائد للجسم والقوة للجسم ما لا يوجد في غيره وذكر ابن القيم رحمه الله أن للتمري تأثيرا في صلاح القلوب قال ولا يعرف ذلك إلا أطباء القلوب قل ابن القيم رحمه الله إن للتمري تأثيرا في صلاح القلوب ولا يعرف ذلك إلا أطباء القلوب لا يقصد الجراحين وأنما يقصد العلماء الربانيين الذين هم أطباء القلوب فالتمر فيه خاصية غذائية أثبتها الطب الحديث وفيه خاصية معنوية ذكرها العلماء فهو مقوّن للجسد مصلح بإذن الله للقلب له أثر في صلاح القلب فيحسن بالمؤمن أن يجعل في سحوره تمرا أو أن يتسحر بالتمر وجميل جدا لو تسحر بالثريد والتمر ودع غيره معه ليكونوا جماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث المؤمن على أن يتسحر بالتمر فمن الخير أن تجعل في سحورك تمرا ولو تمره واحدة ترجمة نانسي قنقر